وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 595 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 349 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم دبط قرابة 15 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم دبط قرابة 326 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم دبط قرابة 8 أطنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 276 قضية من بينها 118 قضية خبز ناقص الوزن و86 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 7 قضايا بمضبطات بلغ قرابة 307 أطنان